بأخيراً يا فندم حضرتك كلمتها عن نقطة مهمة فكرة الناس عايزة إيه ودائماً ما نسمع مصطلح الناس عايزة كده الأسرة المصرية بدلوقتي بتدور عليها عايزة إيه عايزة حاجات خفيفة كوميدية ندخل ننسى بيها مشاكلنا عايزة موضوعات جد عايزة محتوى جيد أي أن كانت تجاه وإيه اللي عايزين بصي الأسرة المصرية محتاجة تشوف فيلم يحقق لها المتعة وفي نفس الوقت يكون متوازن يعني عاوز أقول أنه ليس صحيحاً مسألة أن الجمهور عايز كده فأنا بقدم له اللي هو رايح له خلاص عصر التوحد في الزوء انتهى عصر التعدد في المشاهدة هو اللي موجود ولازم أبقى عامل كويس حسابي إذا قدمت أكشن لازم أشوف إزاي هقدمه بشكل يتقبل الجمهور الجديد لأنه هو بيشوف بره كيف تنفذ أفلام الأكشن وأفلام الخيال العلمي ويقارن طبعاً آه يعني شوفي المقارنة بقى في الصورة والمكياج والأداء والخدع والآخر فيانا أد اللعبة يا مش أدها إلا إذا كان عندي قصة اجتماعية من صميم مجتمعي أنا هتوحد معها فده هيخليني شوية أبقى مش باصس أوي للمفردات الأخرى طبعاً الكوميدي هو مازال فيه اعتقاد عند النجوم إنه سيد الموقف الكوميدي مطلوب طبعاً لكن إحنا بننشود يعني إنه يبقى فيه تنوع في السينما المصرية عايزين نشوف فيلم قوي يمثلنا مثلاً في مهرجان كبير إزاي ده مش متحقق ما أنا راه في المهرجان الكبيرة وأنا بسافر كانوا برلين بشوف نمازج اللي شباب عنده أفكار كويسة قوي بس ما فيش علاقة بينه وبين الجمهور في مصر لأنه مش تلاقي فرصة مثلاً يعرض فيلمه مش تلاقي منتج كبير يحقق له مشاريعه أرجو إنه المنتجين تخرج وتكتشف طول عمر السينما المصرية بتكتشف مخرجين وبتكتشف نجوم وبتكتشف مؤلفين جدد عشان العجلة تمشي نور الشريف اكتشف سامير سيف اكتشف محمد النجار اكتشف محمد خين قدمهم الثلاثة في زمن حتم زهرانه وفي ضربة شمس ودائرة الانتقام فين النجم اللي يقدر يكتشف مخرج جديد ويقدمه بمواصفات وفكر المخرج وليس مواصفات وفكر النجم لأنه السينما المصرية كانت نجحة لما كانت ماشية بفكر المخرج بشكل موازي مع فكر النجم وليس فكر النجم واحده